موسيقى هو ملك يعني وأجنى لكن الملك الآتي هو الذي سيرجع مرة ثانية سيأتي مرة ثانية ويأخذ مملكته يأخذ أتباعه معه دعونا نرى بولوس الرسول ما قال تيموثاوس قاله الملك الذي سيجي ويملك ذات يوم على الأرض بأسرها يكون هو الملك عليها فقاله هذه الكلمات برسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس والأعداد 14 إلى 15 قال أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بلاطس البنطي بالاعتراف الحسن إن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح إلى ظهور ورجوعه مرة ثانية الذي سيبينه في أوقاته المباركة العزيزة الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب أي ملك على كل الملوك ورب على كل الأرباب والآلهة ممكن بالعالم فيه 400 مليون إله لكن يسوع هو إله كل الآلهة ورب كل الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدي آمين فعم يحكي أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب وهو اللي حيرجع مرة ثانية يرجع دانيال كمان بروح النبوة لما كان عم يتنبأ وإجال الحلم بدانيال الأصحاح السابع عدد 14 ما يقول؟ فأعطي السلطانا ومجدا وملكوتا ليش يعطي هذا؟ لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة ليش؟ لأن سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض فبيقول أنه أعطي السلطان ومجد وملكوت وتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة ليش؟ لأنه أعطي السلطان أبدي ما لن يزول اللي هو بيأكد أنه هو السلطان الإلهي وملكوته شو؟ لا ينقرض هو إله وملك على كل شيء فإذا بدنا نخلص هويت المسيح بثلاث أو بأربع نقاط نقول هو الله هو المخلص هو الملك والحكم وهو الملك الآتي وهو أكثر من هذا وكله هو إلهي إلهي أنا شخصيا